اشتركوا في القناة اخراج معادلات تنشيط والتخمي نبدأ في مرحلة 30 مرحلة 30 من الذي ينشطها تنشطها المرحلة السابقة x33 مرفوقة بشرط x3 bar أو x20 في حالة وجود الخالد الآن سأجسدها كما تلاحظ x30 تنشطها x33 أي أن المقياس 30 ينشطه مقياس x33 عن طريق f2 وهو مخرج التنشيط مقياس الموال نربطه بهذا الشكل مع u1 إذا تركته بهذا الشكل تصبح المعادلة x33 في صفر لماذا صفر لأن ما بين u1 و u4 دار مفتوحة لذلك ما بين u1 و u4 أضع شروط الانتقال إذن ما هو شرط الانتقال هو x3 bar كما تلاحظون المرحلة لونتها بلون الأحمر والشروط الانتقال لونتها بلون الأسود والشروط الانتقال x3 bar وهو عبارة عن ملمس مغلق في حالة راحة واتجاهه يكون نحو الأعلى الملمس المغلق الشروط المنفية هي عبارة عن ملمس مغلق اتجاهه نحو الأعلى والشروط غير منفية هي عبارة عن ملمس مفتوحة في حالة راحة اتجاهه نحو الأسفل هنا جسدت معادلة تنشيب أما تنشيط عن طريق x33 فو x3 bar أو في حالة وجود خالة x200 لذلك x200 ووصلها في المقياس الأول بو 4 مربوطة بوشيعة تنشيب أما المخرج أما باقي المقاييس فتربط بزيد بليس وهو مدخل تخميل جامع نرجع إلى مقياس 30 يخمله مقياس 31 هذا هو مقياس 31 يخمله عن طريق f1 f1 هو مخرج يضمن تخميل مقياس سابق بهذا الشكل نذهب إلى x31 x31 تنشيطها المرحلة x30 مرفوقة بشريطة x3 فx100 وربعة بهذا الشكل وعند التزيد نلاحظ أن مقياس x31 ينشيطه المقياس x30 نربط f2 بو 1 تصبح المعادة x30 في صفر بقي لي شرطين وهما x3 في x104 إذن هم عبارة من المساين موصولين على تسلسل لماذا؟ لأن ما بينهما جودة ومفتوحين في حالة أرح بهذا الشكل أما x31 مقياس 31 يخمله مقياس x32 كما تلاحظ مربطين مع بعض أو في حالة وجود خلل x20 نذهب إلى مرحلة 32 من مرحلة 32 سننشيطها مرحلة 31 في s2 بهذا الشكل وعند التزيد x32 ننشيطها من قياس x31 كما تلاحظون f2 مربطة ب هو واحد لأنهم مربطين على تسلسل بقي علي الشرق وهو s2 رمز الملتقط هو ملمس يحتوي على مثلث ومغلق في حالة رحاونا نكتب s2 أما تخميل يخمله مقياس x33 أو x20 وآخر مرحلة هي x33 ينشيطها المرحلة سابقة x32 في s2 وعند التزيد x33 ينشيطه مقياس x32 ومن u1 u4 أكمل الشرق وهو s2 ملتقط مفتوه في حالة رحا وآخر شيء وهو شرق تخميل مقياس 33 يخمله x20 عن طريق تخميل جماعي أو يخمله x30 عن طريق f1 نربطها ب f3 وهنا أنهيت تزيد معاقب كاربائي لأسهول الآن بقي علي رسم دارة تحكم للمحرك كما تلاحظون في المرحلة 30 أي مقياس 30 لا يوجد أي فعل في 31 يوجد فعل كأم في 32 يوجد نفس الفعل وهو كأم في 33 لا يوجد فعل إذن دارة تحكم تتغذى بجهد 24 فولت متناوب بعدها يأتي ملمس مغلق في حالة طراحة x20 وهنا ماذا علي أن أعصم بما أنها دارة تحكم أعصم الوشعة لا أعصم المحركة لأن المحرك يمثل دارة الإستع أعصم الوشعة وشعة هي عبارة عن مستطيل يحتوي على نقاط مائلة وأسميها كأم مثل ما موجود في غراف ست من بعدها من الذي يتحكم في كأم من هو المقياس الذي يغذي الوشعة كما تلاحظون يغذيها المقياس 31 وعند تنشط 32 استمرارية تغذية الوشعة إذن هنا أعصم ملمسين الملمس الأول الذي أعصمه هو ملمس 31 أكتب x31 لماذا x31 عندما ينشط x31 هذا الملمس يغلق وبالتالي تتغذى الوشعة والوشعة تغلق دارة الاستطاع ويدور المحرك عند تخم x31 تنشط x32 وتلاحظون أن في x32 كذلك يوجد كأميائية استمرارية تغذية الوشعة وبالتالي أوصل ملمس آخر على التفر وأسميه x32 وبالتالي عندما ينشط x32 ويغلق الملمس ويبقى المحرك يضغل وعند تنشط x33 لا يوجد فعل وبالتالي x32 يفتح وx31 يفتح وبالتالي يتوقف المحرك ترجمة نانسي قنقر